موسيقى لو واحد تسرق منه مرتبه وهو لسه قابد أول الشهر هتلاقيه دماغه مش فيه لو واحد تسرق منه موبايله اللي عليه أرقامه وصوره هيبقى مش طايق نفسه ما بالك بقى من اللي بيتسرق منه عمره أجمل سنين حياته زي ما حصل مع هناء بطلق قصة حقيقية النهاردة أبوها كان رجل صعب بيدربه بس لدرجة أن البنت لحد عشر سنين كان عندها تبول لإراضي لما تمت خمستاشر سنة أبوها وأهلها أكبروها تتجوز من واحد أكبر منها بعشر سنين اعترضت لما اعترضت وقالت أنا بحلة مجهوم مهندسة دكتورة أبوها تكسر عليها الكرسي تكسر لها دراعها قعدت أربعين يوم في الجبس لما لقيت أن هي مشتعرف تقف قصات أبوها أمها جدتها استسلمت وتجوزت هنا اتجوزت في بيت عائلة من واحد مدمن حشيش على أدفع سبب بيدربها بيشتمها قصات أهله لحد ما خلها زي ما هي بتقول مرمطون البيت بتخدمهم مقابل أن هي تاكل لو راحت بقى واشتكت لأهلها أهلها يغلطوها ويرجعوها تاني لحد ما جالها أمراض كتيرة قوي وتعبت خلاص لغاية ما وصل بقى قولون عصبير تجعف منسوب الدم في القلب كتير كتير ضغط كل حاجة في الزحمة دي خلفت مش عائلة واحدة دليدة لما قررت تسيب بيتها وتروح لأهلها أهلها وقفوا معجوزها وقالوا لها لو هتطلقي يبقى تتنزلي عن كل حقوقك وكمان هتسيب عيالك لأبوهم هو اللي يربيهم احنا مش نصرف على عيال حد وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي عشان نشوف ممكن نعمل ايه ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سيش اهبرك يا دكتور محمد لله نعمل ايه؟ عمرك سمعت القصة زي دي قبل كده القاصرات والكلام ده؟ كتير بالعكس ده هي القصة فيها رغم تعاطفنا الشديد مع اللي بيتقال باترن واضح فيها نمط واضح ايه الباترن بقى والنمط اللي ماشي بي هي على طول؟ لو شفنا قصة هناء من الطفولة هنلاقي ان هي تعرضت لعنف منزلي واضح جدا حسب روايتها ثم بعد تعرضها للعنف المنزلي ده انا جابتني اوي حسب روايتها دي احنا دايما العهد على الراوي انا بيجيلي وجهة نظر واحدة انا ما سمعتش باره ايه بقين؟ يمكن انا من اكتر الناس اللي بتتصدى لانه يجيلي رسالة قصة ويرد فدايما بقول للناس احنا بنتكلم دلوقتي بالمعطيات المتاحة وانا ما اللي قد اتني دول هنتكلم على فرضيتين الفرضية الاولى ان المعلومات المتاحة هي كل المعلومات وده لا يمكن يبقى واضح لو بعتت لنا مجلد 800 ورقة هيبقى ناقص تفاصيل ده الدقيقة فيها تفاصيل ده البصة بتأثر على البني ادم الانبوت التاني اللي احنا بنفترضه صدق ما يقال وانا لا اتهم حد بالكذب بس احنا احيانا لما بنسمع اي حدوتة بنقول جملة لطيفة بنقول للشخص انا مسدق ان انت مسدق اللي انت بتقوله ودي مختلفة سنة عن انا مكذبك انا لا يمكن اكون مكذب حد وهي ملهاش مصلحة تبعت لسالي تجذب واللي بيبعتلي كطبيب نفسي ملوش مصلحة ان هو يبقى بيجذب ولكن هو مسدق ده بس فيه ناس تبقى حساسة قوي يعني سوبر سنستيف يعني لو حساس زيادة عن لزوم فبيشوف الدنيا من منظور غير يعني انا بسطله عادي يقولك بسطلي مفل دحت انا عايز بسطلي مفل دحت لما يعد بخياله يهيأ له كل ده هو ده ما بيساعدوش مش ده يبقى مرض لا مش هقدر ازعم برضو انه اللي انا بحكي عنه مرض نفس يعني حتى هناء بتقول انا رحت للدكتور قالي كل دي امراض بسبب ان انا عاية نفسي وان انا مش عارف ايه وارد برضو احقاقا للحق وارد وخلينا برضو نطلع بردي شوية بانه لو بنقول هو حدوطة هناء موجودة في مجتمعنا ولا لأ موجود كتير عم في منزلي طبع بس بدرجة انه يكسر الكراسي على بناته واكتر يا فانتم وعادي خالص ويتدارم موضوعه ومحدش يقدر يعمل محضر واول واحدة ما تشهدش معها امها ليه عشان جدها من الام كان نكسر لها ضلعين هذا موروث مجتمعي لو حضريك شفت الباترن دي اشدلك ثلاث اجيال قدام او نرجعنا وانتي فلاشباك ثلاث اجيال وار فتعودت على كده خلاص موجود في مجتمعنا عشان برضو يعني نبقى وطحين ومنصفين وعشان نقول الأجلي تروث فنغير فيبقى اللي بنعمله مفيد ساحة عشان ما تبقاش حتى انه جيل جدتها ان الجدتها تقوله دوئة من عالسل يعني لطيف ان دلوقتي فيه سوشل ميديا لطيف ان فيه قصة حقيقية مع ساليا عبد السلام لطيف ان فيه اوتلتس كثيرة جدا للناس تتكلم فنطلع نقول ده عشان لما نقوله ما يتقلناش بلاش كلام سودوي مجتمعنا ما بقاش كده القصص دي انتوا جايبينها منين لا احنا جايبين القصة هو وصاحبة القصة بعت القصة ده موجود موجود في مجتمعنا عم في منزلي شديد موجود زواق قصيرات طبعا مو منهج وهو العرف وهو الطبيعي في بعض الفئات المجتمعية لما تتم هنبقى نسجله وهي الاصر اللي اتضربت في بيتها هتفتكلي لما تروح بيت جزها هيعمل ايه هتتاني انا شفتها قدامي وفي مجتمع يا دكتور متعلم مجتمع متعلم يعني جزها راجل متعلم وكده لما مدي ايده عليها وبيلومو ده بجد هلك ما بيقوله ايه انكل ما انت بتضربها يا انكل انت جننت انت جننت وده اللي كنت لسه اقولهولك بقى بابا هيضربها ايه تبضربها ليه هت الحدوتة هنا تبدو ان هي جاية من فئة مجتمعية متواضعة التعليم او المستوى الاجتماعي والثقافي المفاجأة بقى اللي عندي اطلع بقى للاليت الكرام دولا كرام ده بيدربه طبعا كرام دولا كرام موجود وموجود كتير سوريا حابتي كنت متقل امبارح مع اصحابي مثلا او مش فوعي بجد لا او كنت فوعي بس هي استفزتني بصي اقولك حالي وان راجل قوي دايما تلاقيني في المشاكل الزوجية بطبطب مصلح ونتكلم عن عمار البيوت ونتكلم ها إلا إلا لما واحدة تقولي اتضربت بقول اللي تتضرب مرة مش هقول تستاهل عشان ما بقاش قاسي بس هي اللي عملت في نفسها كده لما تتضرب مئة مرة مهابي يعني تتضرب مرة تتطلق وتمشي يا سالي تمشي مبارح متهزر يعني ممكن تبقى هو لو هو متعصب او متضايق فماد ايده زقها لا ما تكملش لا زقها زقته نكشها نكشته لا راح فاتح ابدا رد فيه رد تفايفوش بقال مش قاصد لأ دي قصة واتضربت أنا أعني هنا عشان أبقى واضح ضرب مبرح في إذاء جسدي بس مش فيه بييندم مش شهزرق آه يندم آه بيرجع تاني لو بنتي يستفيد بنادمه مع واحدة غيرها وانا هقول لبنات الناس اللي أرضال بنتي انا ما عنديش مش شيء طب لو هي كتغلطت فيه أو حتى قلت له لفظ أو او لأنه حاسة بقصة يرجح يجيبها خده دي ربوها يسيب لها ببيت ويمشي ويقول لها مش لازماني يرمي عليها اليمين وانما يجي يردها تترد دون أي حقوق ويقول لها يرجعي له بقى بكلمة في دماغه لأنك قليلت الأدب بس ما عنديش مش كهة خالص خالص بس او عتمدي إيدك عليها تتقطع إيدك ميت مر وعايز أقول لك حاجة لما بنقول الكلام ده وانا يعني انا تعلمت في مكانين يعني طب عن شمس وساوث ويلز تعلمت فيهم حاجات ومدرسة السوشيل ميديا علمتني حاجات ده رعب ده رعب لما قلت الوحدة بعتلي مرة اهرابي بسرعة قصة شبيهة بقصة طبعا قالك أنت بتحرد بناتنا لا يا ريت ده كتدوا يتكلموني في الدين هو مش اتقال اضربوهن في القرآن وانا بقى في الحاجات دي بتصدى هو بعيدا عن التفسيرات المختلفة لهذا واضربوهن يعني اعرضو عنهن ايه هو الضرب في الإسلام وخلينا نقول ده أصدادنا كلنا السواك أو تطئمس ما تكلمهاش اهبروهن في الفراش ما تعمل لكن تضربوهن اهبروهن اضربوهن اه الضرب اللي شروطه ايه لا يصيبوا وجها ولا يشينوا عضوا ولا يسيلوا داما عارف يعني ايه يشينوا عضوا مستقبلات الألم هي عضو من أعضاء الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي الله معنى أنها تتألم بيلف شعرها على ايده كده ويشد معنى أنها ويسحلها اه شفتها معنى أنها كلنا أنها تتألم أنك تشينوا عضوا حتى لو كان قلم نفسي أنت بسط لي بصها مش بتاعتي أو كلمتني بطريقة مش بتاعتي يعني هناك أمور كثيرة قابلة للإصلاح والتفاوض عشان برضو ايه نبحبح الحدوتة لأن البيوت مقفولة على هم كتير طبعا يعني هناك أمور تقبل العنف فيه ستت توافق أن تتضرب ولا تتخنش يعني مثلا أنا ما قلتش أنها تخنت خالص متخيل يا دكتور بس ما بصش لوحد لأنيه عشان بيحبني غيراني أستغر علي يفتكر أن أنا بصت للجنبي ورفت الضرب بالحب كارثة بالنسبة لي ما هو قال لك ضرب الحبيب زي أكل زي بدي موروث أنت هتلعب في السوابت يا دكتور أنا ضرب فيهم ضرب الحبيب زي أكل زي بي بس مش سح للحبيب ضرب الحبيب لا مش ضرب نحظر أديني كدفة أديني كدفة لكن مش كده أنت قلت له لو زقها قلتك لأ زقها زقيته اتنرفزوا حدفوا بعضا بالمخدة مفيش مشكلة نحنان زوقها بالباب يقولك الباب هو الفتح جاني الباب هو الفتح عليك وهو ماشي كده روح بطفيها يوقحها ويقولها ما شوفتكيش آآ إيه ده معديش مانا إنما يروح يقعد قدام أهلها ويتناقش معاهم في حيثيات العلقة اللي إداها لبنتهم آآ لدرجة أن أبو في القصة مد إيده عليها هل من حق الحمى أنه هو كمان يتدخل أو يكلمني طريقة ما تعجبنيش لما البنت مستباحة بقى والبنت استباحة بسبب إيه يا سالي سالي أصبحت مستباحة ما بقية من عمرها طبعا اللي اتضربت في بيت أهلها وتعالي كده نوعي الناس شوية لأثر الضرب عشان إحنا مش بس بنا تصدى لمشكلة هناء أنا يهمني إن أي حد دلوقتي بيتفرج علينا وهو لسه لاطش ابنه أو بنته ألمين قبل ما ينامه وقعب بيتفرج يسمع الكلمتين أصفي علي يا خير ما جيش بالتربية الإيجابية بس شو درجة لاطش هو أنا فيه أرس كده فيه أرسة كده قسما بالله تفتكرني بيها أو بقول قوم زاكر بتزرق مكانها دي آه مامي قالت قوم زاكر صح نسا ما سمعناش الكلام مامي عملت إيه فاكر يروح قايم الواد من أنا فاكرت لاي العيل من دور راح جاري ده غلط غلط بس خليها نعترف إن كلنا اتربينا كده شوية كلنا تقرصنا كلنا يعني هقول لهم أنا لأ كم بتطلع الشماعة أو تشوف المج في إيد ست الحباب والله العظم تجري الترقى كلها لا تطلع على دور عشو تطلع تزاكر وإنت بتطلع ما بتهزرج إيه كان بترمي بتاع جنبك فأنت تفهم عطول اللي جاية فيك اجري لا 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 والأمهات وخدرتهم عن نشان هيتعملك على إنتك هدف متحرك أيوه أنا بجري هي هتحدف الشبشب قدامي ربع متر وهي حسبة إنه هيجي زائية مقطة الالتقاء بتاع الشبشب وخدشي وهتقع هنا هتقع السلمة هتقع وفي ده لطيف قوي ما هو ده احنا تربينه بتحطه تحت رجل ماما مش ده الدرب اللي بتكلم عنه ده كان بيبقى بعده حضن وتاني بتعطي تبوص فيك قبل ما تنام ده أنا بحبك أكتر وقد أنت لسه ده أنا لسه مرقوعة على علا قدام البيت كله أهلينا ربونا من غير جوجل ومن غير AI ومن غير ده كثرة في التلفزيون بيتكلمه بص ربونا بحب هل سالي عندها شك بعد الشر إنها لو في يوم من الأيام كانت روحت لمامتها البيت مضروبة مامتها تقول لها تستهلي عندنا وقع في العيلة عندنا وقع في الليلة فاكرة جديت يا الله يرحمها رفعت إيديها ألمين يعني يا واحدة فيهم خدت ألم من البنات ألمين رايح جاي ما فتحش بقه مش وزي الألف بعدها خلاص حبايب ما عندناش كرام ده يا نهار آه بيض اللي بيخش علتنا منيحكي له على أم جدنا أنا أخذ إيبالك أنا لما نقول للناس ما تضربوش عيالكو يقوموا جايب اللينا أكستريم دم وتقيل كده يقول لك إيه آه خليكنتوا في التربية الإجابية اللي طلع الجيل بايز لا طب لا مش حقيقي إنما يطلع شخصيا طلع شخصيا أنا عايزة عائلي عرضني عشان يبقى عنده شخصية قولي لأ لي ويتناقش ويتكلم نقطنع طبعا بني آدم وفي الأخي رأينا اللي هيمشي بس نلاقش يا أخي أخذتك فرصتك يا أخي هناك شيء في التربية باسمه الاثوريتاريان بارنتينج ستايل النمط السلطوي في التربية وده النمط السيء اللي هو ديكتاتور على طول وفيه بقى نمط تاني لطيف اسمه الاثوريتاتيان بارنتينج ستايل النمط الحازم في التربية في الاتنين على عهدة سالي عبدالسلام كلامي اللي هيمشي بس في الأولاني كلامي هيمشي يا كلب من غير ما تسأل لي ولا تتطور هيمشي عشان مامي ما تستهلش حاجة وحش كلامي هيمشي عشان انا تعيب تفتر بيتك وعشان انا حرام عليك وانا واقفة طول اليوم ومرة عشان انا خايفة عليك طبعا ومرة عشان هقول ايه الباباكو تخيالي الأم في عز ما هي بتقرس وبتعمل حاجات دي اللي أنا وانتي بنحكي انا بتقدم المبررات انا مامي كنتوني جده وبيتطبطب والدل هيتكلموا عليها الناس كنت هتتكلم عليها وقولوا انهم ما عايفتش يا ربي حرام عليك يا شيخ فتقط تسعب عليك بالذب تسعب عليك انه حرام وان غصبتك النهاردة هتصحى بكرة تاخدك في حضنها وانتي نازلة من غير ما تقولي ايه حاجة خالص دي حقيقة مش هنتكلم بس كان عندنا جدتنا وانتي فهم ان مامي بتصالح بس مامي بتصالح من ايه من فوق لأ ما كان عندنا جدتنا كان بتوعت تصغر لها وتهددها نولا ومديت ايدك على قال انه وارك انا عم فيك ايه هنا بقى في القصة جدة مرعبة يعني انا بقى مضروبة قدامك ومكسورة عليك كرسي وتقولي للدكتور ان انا وقعت من عالسلم يا مفترية التعامل مع البنت على ان هي في بعض المجتمعات فضيحة هي البنت بتتولد فوانا اسف اني بقول هذا الكلام ولكن تاني لازم نسطرها انت بتسطر هي فضيحة طبعا هسترها وبمجرد ما تسترت بقت الفضيحة مضروبة في ثلاثة لو رجعت فانا دايما بقول للناس بالبلدي كده لما تيجي تصون لحمك تصونه بانه موجود في مكان متصام فيه مش في انه متداري جوار بحطان ومتهان جواهم وانا عيب كده البنت ما مشيتش بمزاجها طبعا ممكن تفضحك وبعدها لقدر الله لكن لما تصونها وفي مجتمع وقدرة تتعامل ده وتتعامل مع ده وقفة راجل ده ده دي التربية ده 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 انت صنتها ومش هنتسئل يعني لو تخلي بالك انا وانتي بعواطفنا كده وبمنطقنا من غير ما نرتب من ساعة ما بدلنا نتكلم بنتكلم عن ايه الاهل ما تكلمناش عن جزعة ده خالص لسه نعم وده ده اخر همي بيمشي على خطة اللي انا تربيت عليه بزرعة هو لما يلاقيني واقفة وليه رأي وابوي بيسمع رأي وما بتسمع رأي وليه رأي في البيت هتفكر الف مرة يوم ما تيجي تقولي انتي انا جايبك هنا تخدمي اهلي انتي حتت واحدة بتخدمي اهلي وتكلي بلو انا كل بلو ميتي انتو زي بتعمل طب هي كان قدامها اي اختيارات يعني انا لو انا مكانها يا حبيبتي اش كامل ما بحطش نفسي مكانهم لان انا مش نفس البيئة مش نفس الرئيشة كنت هعرف اختار بس هي تعمل ايه ولو كتير بتكت هتروح فين مش لاقي يا موها بحط لا انا ولا انتي نقدر نقول تروح فين ولا نقدر نزعم وننظر عليها من وحنا قاعدين هنا طبعا يعني انا مش هقع في الغلطة دي ولكن من نفس هذا المنطلق اتمنى ان احنا ما نخرجش شخصية تعمل كده تاني مع بناتها وهي هناء نفسها هي خلفت ليه مش يعني ده طبيعي يعني ده الواحدة اللي حب جزها قوي بيخلفه مثلا واحد او اتنين في زمن زي ده ماكسمم لانه خلص عشان تربيه تربيه كويس ده انا مش حباك ولا طيقاك وبتضربني وخرجتني مرتين يا اخي في 11 سنة جويس اخلف منك ثلاثة ازاي يعني يا الستات مبتلقاش عارفة ولا ده بيبقى ايه ارد عليك الرد اللي هناء هتقوله دلوقتي بتتفرج علينا ده عندكم انت ملماعين يا بتوع التلفزيون طب وانت اتضحك عليكي لا انت مش زينا مش ستات زينا وعارفة ما وعيد بص هي ميل ستونز هي البنت بتتولد اهلها في هذا المجتمع يعني او في هذا الفكر مش هقوله المجتمع لانه برضو المجتمع البسيط ده فيه حاجات كتير حلوة قوي وفيه امثلة كتير قوي مختلفة طبعا ولكن في هذا المثال تحديدا البنت بتتولد احنا بنستحمل اكلها وشربها لحد ما تم سن معين اقرب سن تبلغ فيه طبعا فنقدر نديها الراجل تاني يشيل الشيلة دي والرجل ده هيجري بسرعة يخلف منها يا بنات يفضل كده يأكلهم اقل قليل ويعلمهم اقل قليل لغاية ما يجي راجل ياخدهم يا ولاد اول ما يصلوا بطوله يشغلوا عشان يبدأ يصرف عليه على الحشيش اللي بيشربه عشان يفتح بيته وينزل يصهر مع أصحابه ببساطة شديدة الطفل مصدر دخل محتمل للبيت فبيفرحوا بالوعد البنت في ضيحة محتملة ان شاء الله نسطرها في أقرب فرصة طب مش كانوا زمان بيجاوزوها لحد غني ويبقى لمي العيلة كلها ودفع ما بقاش فيه بقى الديون ما بقاش فيه بقى ما بقاش فيه بقى تبقى تبقى فرخة بالبيضة دهب في البيت ما بقاش فيه طب وهي ما فكرتش ازاي ويتروح لدكتور يعني قاعدت تروح لدكتور وقال لها ان علاجك ان انت تعباني نفسيا معرفتش تاخد حبوب ملع الحمل عشان ما تخلفش او زي ما بيقولوا بقى وانا طبعا برفض الكلام لاني يقولك ارض بور مش هتجيب حاجة كانوا مشوها وبعد ما يمشوها هتقعد في بيت أهلتين اللي بيعملوا ايه ولا هيطلعوه لمهندسة ولا محامية اللي بيكسروا الكرسي عليه اه طب ده على الأقل في ضرب جوزها لا يطعطوا في مجتمع هي وبتحكي واحنا بنقول وعارفة تدخل على الصور في الميديا هناء بعثة ديدلوك يعني قصة مقفولة هي مقفلاها او الدنيا مقفلاها في وشها حسب روايتها ما بتقولك انا بقعد اقول يا رب وانا مش من حق افرح وحد يجي يفرحني انا وعيالي زي ما بشوف ناس مبسوطة هقول لها ببساطة بناء على المعطيات يا هناء اللي انت بعتاها مفيش اي امل في اصلاح هذا الشيء انفدي بجلدك باي خساير الهوتلاين بتاع المجلس القومي للمرأة هيبقى موجود على الشاشة او موجود في الامبوكس او ايا كان فعلا وخط نجد الطفل وكل حاجة انا محضر لها قصيدة في الاخر لا دا احنا عندنا كمان خط ساخن مخصوص للعنف المنزلي العنف ضد المرأة اللي جوزها بيدربها واهلها في بيت للمعنفات ولا انا محضر لها قصيدة انا في الاخر بس انا لازم اسمع الشق النفسي اهرابي الشق النفسي اما تهرابي بعد اذنك اطلبي كده من الكيان اللي هربك انه هو يوجهك لطبيب نفسي يعالجك من اثار ده لانه طيب ولو هربت ورجع تانية وما لقيتش حاجة تانية تعملها مهام ما خلاص بس انسانيا متعاطف جدا مع دا بس عايز اقول حاجة الظروف دي بتعمل حاجة من اربعة عادة وما قدرش اشخص على الهوة وما قدرش اشخص برسالة بس هنقول الافتراضات اول حاجة حاجة اسمها اقتراب الشخصية الاعتمادية هي تشكو وتشكو جيدا وتشكو كثيرا ولكن حين يوجد الحل تتجنب الحل وبيع لنفسها انه ما فيش حل هيكت هتنتحر ايه ما بعيدش حاجة هي هتنتحر ده عارفة السؤال ده لصيكايتس تعمل زي ايه مماشياني على شوك لا يمكن اقدر اقولك هتنتحر ولا لأ غي لما تشوف ويعاكش انستعيتها مثلا من اللي اريته او تشوف ردود افعالها فتفهم او عنصر دفاعي قوي وهو ايمانها بان اللي بينتحر بيموت كفر هي قالت انا لا هاخد لدنيا ولا اخر بس فالحمد لله تبولي بقى الله اربعة اطراب الشخصية الاعتمادية اوكي ان هي تهان وتتقبل الاهانة والاساءة وتتجنب الحلول رغم شكوها المتكررة ده اكستريم اكستريم الخنوع الاكستريم الاخر اطراب الشخصية المعادية للمجتمع الانتي سوشيال برسناليتي دس اوردر انها تتحول لشيء عنيف جدا على اي حد هي لها سلطة عليه وهنا نعيني على مين على البنات شكرا الحاجة التالتة نكون عندها شيء اسمه امبلس كنترول دس اوردر او اطراب عدم القدرة على السيطرة على الانفعالات فتبدأ تبقى مؤزية دون ان تشعر لنفسها او للاخرين الحاجة الرابعة اكيدة تبقى مؤزية ويبتشعر طبعا الحاجة الرابعة حاجة اسمها انترميتنت اكسبلوسيف دس اوردر او الاضطراب الانفجاري المتقطع تفضل خانعة جدا نعم اضرابة كلكم اقف البيت واكسر عليكم وان الدنيا فلة وان البنت تعيشت وهب فجأة دون اي حافز نلاقيها بتقذي نفسها او تقذي المحيطين وتقذي المحيطين اكتر الاربع مصائر المحتملين دول او حشو حاجة رحلة بدأها الاهل عند اول علقة اتضربتها هناء ثم تبعها كثير وكثير وكثير من التخلي عن هناء في اي لحظة جريت فيها على مصدر الامان طبعا دايرة الامان الاولى اللي للأسف هي دايرة رعب يعني قصة هناء بعيني عارفة الظلم لما يبقى تلتمائة وستين درجة هي ظلمت من اهلها وظلمت حسب روايتها من جزها و اهل جزها وظلمت من المجتمع لانه في النهاية المواطن ابن الدولة ومحدش يقول لي احنا نرجع تايل الحكومة بابا وماما لا الدولة مش حكومة الدولة مؤسسات طبعا الدولة نقابات نقولنا مجلس قومي المرأة او النجدة او كل حاجات من دي او حد المعنفات طبعا وزرط التضامن الاجتماعي طبعا لانه ملجأتش لأي حد من دول واحقاقا للحق الحالات اللي بشوفها وبتتوجه بتلاقي رعاية دي حقيقة وبتلاقي حلول وبتلاقي تدخل سريع وتدخل حاسم الجاءوا يا جماعة انتم عايشين في دولة اهم هيفتكرون ان احنا بنقول كلام اعلامي يعني هنا الدكتور بيقولك اعمالي كده ده مش كلام اعلامي تشوفنا بعنينا مش زار هقول لحقيقة حاجة مش كلامه خلاص على عهدتي انا تجرب وتبعتلي وازعم هتعرفي الجبيع على السوشال ميديا في ثانية دكتور موام جاد هتعرفي الجبيع وأوعيدك لو جربتي وبعتلي تجربة سلبية هنشرها وتواصل بالنيابة عنك مع المجلس القومي للمرأة ومش هيتأخر لاني جربت قبل كده وانا بقول ده انا متطمن لاني جربت قبل كده مع حالات اخرى ولم اضطر للظهور في المشهد خالص انا بشكرك ونورتني شكرا دكتور موام شكرا جدا شكرا جدا انبسطت معك رسي وانا كمان والله شكرا